معي من القاهرة سيد محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية مساء الخير سيد محمد أهلا بك معنا إذن اتبعنا المراحل وكانت ملخصة بتقدير زميل عطاء الدباغ من استفزازات كوريا الشمالية وتعامل المجتمع الدولي معها المرحلة التي نحن فيها اليوم هل ستختلف نتائجها انطلاقا من معطياتها ومن واقعها؟ أهلا بحديكم أستاذ المشاهدين طبعا أنا بشوف المرحلة الحالية هي استمرار المراحل السابقة وهي مزيد من العقوبات مزيد من محاصرة كوريا الشمالية سياسيا واقتصاديا وعسكريا مزيد من التدريبات والدعم لي حلفاء واشنطن في شبك جزيرة كورية المتمثلة في اليابان وكوريا الجنوبية مزيد من الضغط على الصين وروسيا لكي يرفعوا أيديهم على النظام الكوري الشمالي لا أرى أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط نظام الكوري الشمالي ولا تسعى للحرب معه ولكن تسعى لجر مرة أخرى لمفاوضات السدسية على الرغم أن الرئيس ترامبي أنتاج سياسة خارجية متطرفة شاهدنا ذلك في ملفات الشرق الأوسط على رأساق قضية القدس ولكن عند كوريا الشمالية وقف لم يستطع تهديد كوريا الشمالية كما هدى الدول الأخرى مثل إيران على سبيل الميسان رغم أن الممارسات الأرانية تتشابه كثيرا مع ممارسات كوريا الشمالية ولكن وجدنا الرئيس ترامبي فضل الحوار وفضل الدبلوماسية يعني مهدد نتحدث عن استفزازات فيها تصعيد استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة أيها كوريا الشمالية ستظلف على هذه الواتيرة في ضرب مزيد من السواريخ على جيرانها من كوريا الجنوبية واليابان لأن العقوبات الأخيرة وتخفيض مثلا دولة زي مصر دولة زي الإمارات دولة زي السودان تسعيها لتخفيض علاقتها السياسية والعسكرية والاقتصادية معها هذا سيؤثر سلما على اقتصاد كوريا المنهار أساسا هدف كوريا الشمالية من هذه السواريخ في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو ابتزاز جرانها من أجل معونات اقتصادية التلوح في واجه واشنطن أن برنامجي النووي مستمر ولن يستطيع أحد أن ينزعه مني هناك اتفاق دولي واجتماع دولي أنه ليس من حق كوريا الشمالية أن يكون لديها برنامج نووي عسكري ولكن ممكن يكون لديها برنامج نووي سلمي والعالم متفق على نزع هذا السلاح بشوف أن الصين بتلعب بالورقة الكورية الشمالية في واجه واشنطن وخاصة في عهد الرئيس ترامبا الذي انتهج سياسة متطرفة ضد الصين وقال أن الاتفاقات التجارية ليست في صلاح الولايات المتحدة عندما كان ترامب في كوريا الجنوبية منذ أسابيع قال صراحة أن العلاقات التجارية تصب في صلاح كوريا الجنوبية لا تصب في صالحنا هو يريد أن يبتز برضو جيران كوريا الشمالية أو يبتزهم بورقة كوريا الشمالية في مقابل مزيد من الأموال العلاقات الكوريا الشمالية الصينية على أعلى مستوى يشبه كثير من المحللين أنها وردية طوال الوقت أو رابعية جدا بالإضافة أنها تشبه علاقة الشفة باللسة في جسم الإنسان وهو أبرز دليل أن العلاقة وثيقة للغاية وأن الصين مهما اختلفت مع كوريا الشمالية وأيضا روسيا مهما اختلفت مع كوريا الشمالية لكن تبقى هذه الورقة في يدها للتلويح والي تهديد وابتزاز واشنطن في ملفات أخرى والتنازل في ملفات أخرى نعني أسا أن أول زيارة لوزير الدفاع الأمريكي كانت لكوريا الشمالية وأول زيارة لمايك بينيسوى ونائب الرئيس الأمريكي كانت لكوريا الشمالية كان لكوريا الجنوبية أقصد فهذا أكبر دليل أن الرئيس ترامب يولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولكن مش بالدرجة التي تخليها خوط حرب وجدنا أن سواريخ كوريا الشمالية ضربت جزيرة جوام الأمريكية أو تعتبر جزء من الأقليم الأمريكي ولكن لم كان رد فعل واشنطن ضعيف للغاية لكن لم يكن هناك رد فعل لماذا؟ دائماً من أشهد هذا العداء الوقوف بوجه بعض الولايات المتحدة وروسيا بالعديد من الملفات دائماً هذا الموضوع واليوم نشهده بكوريا الشمالية هذه العقوبات التي تفرد وموضوع العزل هل فعلاً سيحث كوريا الشمالية على تغيير سياستها ويدفعها إلى الحوار كما ينوي ترامب كما قلت سيستخدم هذه السياسة مع أن العقوبات ليست بجديدة موضوع العزل أيضاً وما زالت مستمرة باستفزازاتها كوريا الشمالية وشخص الرئيس كيم جونج أون وما نراه على الأرض لا يقول بأنه سنسمع صوت العقل قريباً على الأقل طبعاً الرئيس كيم أون الرئيس الكوري الشمالي الذي تولى السلطة في عام 2011 حتى الآن لم يترجى خطوة حدة مثل أبي وجده في مواجهة الغرب وهو وضع في اختبارات كثيرة حتى الآن لم يدخل المفاوضات السوداسية أعتقد أن المفاوضات لم تحرك ساكينة منذ عهد أوباما أو حتى منذ عهد والد كيم أون كل هذا يدل أنه أمام سياسة جديدة متشددة من كوريا الشمالية في مواجهة الولايات المتحدة والغرب بالإضافة أن الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية في العالم كله أي دولة لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية أو اقتصادية أو عسكرية تدعو لتخفضها دبلوماسية ولا يستطيع أو لا يمكن الجمع بينها حملة دبلوماسية مع العالم كله حملة دبلوماسية لقطع علاقة مع كوريا الشمالية بالإضافة لقطع العلقات الاقتصادية حتى لا يكون هناك عائدات دولارية تدخل إلى الخزينة الكوريا الشمالية تستخدم مرة أخرى في تهديد وابتزاز جرانها المتمثل في اليابان وكوريا الجمالية أنا أشكرك جزيلا من القاهرة سيد محمد حامد الباحث في القانون دولي والعلاقات دولية شكرا